أحسن الله إليكم سؤال آخر وصلنا من أحد الإخوة يقول في بعض البلدان فضيلة الشيخ هناك عادة عندهم بأنه إذا مات الميت رفعوا أصواتهم بالقرآن وذلك من خلال المسجل في بيت الميت ما حكم ذلك؟ هذا لا أصل له وهو من البدع ولا تجوز قراءة القرآن بمناسبة موت الميت واستقراء واستئجار المقرئين لا يجوز هذا لأنه بدعة سواء كان من التسجيل أو من مقرئ حاضر لأن هذا لا دليل عليه من السنة وإنما المشروع الدعاء للميت والاستغفار له والإسراع بتجهيزه والصلاة عليه والإسراع بحمله إلى قبره ودفنه ثم الوقوف على قبره بعد الدفن والدعاء له والاستغفار له وسؤال الله له التثبيت عند سؤال الملكين هذا المشروع لنا مع الأموات وأما قراءة القرآن لأجل ثوابه للميت واستعجار المقرئين أو من المسجلات فكل هذا عمل لا أصل له وهو بدعة من البدعة أنا